اهلا بكم معنا في قناة الابيات تيفي واقوى توقعات ليلة عبداللطيف اللي توقعتها لفرنسا وايران واسرائيل وحنقدم لكم كمان تحليلات للتوقعات دي وبما انك من متابعين على القناة وبتابع محتوى التوقعات اللي بنقدمه فياريت ما تبخلش علينا بلايك وشير للفيديو اما لو كنت اول مرة تشوفنا فحنسعد بانضمامك للقناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد من قناتنا وبنبدأ معاكو باول توقعات ليلة عبداللطيف وكان لفرنسا لما قالت ان الارهاب حيدرب فرنسا من جديد فزي ما الكل متابع ان ماكرون قاعد يصعد في الموضوع والازمة اللي حصلت بسبب دعمه للرسومات المسيئة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما زال بيتمسك بان دي حرية رأي وتعبير ويجب التمسك بها وكان احد الصحفيين من موقع اليوم السابع المصري وجه له سؤال اثناء زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وقال له ازاي فرنسا مش عايزة تشرع قانون يجرم التعدي والتطاول على الاديان واحترام الرموز الدينية والمقدسات لان ده حق من حقوق الانسان فماكرون رد عليه وقال له ان ما عندناش الكلام ده في فرنسا اللي عايز يرسم يرسم واللي عايز يتكلم يتكلم حقوق الانسان شيء مختلف عن الكلام ده طب ليه ماكرون بيعمل كده وبيتحدى المسلمين في فرنسا والعالم بالشكل ده في الحقيقة انه بيعمل كده عشان يغازل اليمين المتطرف في فرنسا عشان الانتخابات الرئاسية قربت واوروبا حاليا كلها نجد ان صنع القرار فيها الاغلبية الصاحقة بيتحكم فيها اليمين المتطرف واحنا كأسرة الابيات تيفي بنقول انه زي ما كان للعرب والمسلمين في امريكا كان ليهم اليد الطولة ان ترامب يخسر الانتخابات ويفوز جو بايدن فاعتقد كمان ان المسلمين في فرنسا اذا تحالفوا وفكروا بنفس الفكر في فرنسا ماكرون مش هيكسب الانتخابات الرئاسية الجاية ولو ماكرون ما كسبش في الانتخابات الجاية هيكون فعلا عبرة لمن يعتبر طيب ايه علاقة الكلام اللي بنقوله ده بالمظاهرات اللي قالت عليها ليلى او توقعتها فبنقول ان كل شوية بيحصل استفزازات ان فرنسا بتسنن قوانين انها تضيق على المسلمين والعرب واخر حاجة حصل اغلاق لكذا مدرسة عشان بيدرسوا الطلاب اللغة العربية في السر كل ده بيزود الضغط على المسلمين والعرب اللي في فرنسا بنعتقد اكيد يعني انها يحصل مظاهرات وانه ممكن يستغلها الناس المتطرفين في فرنسا انهم يعملوا عمليات ارهابية ممكن جدا يحصل عمليات ارهابية مفتعلة عشان يضيقوا ويتهموا المسلمين بعمل الفوضى والعمليات الارهابية ودي وجهة نظرنا وان شاء الله تعدي الامور على خير اما تاني توقع لليلة عبداللطيف كان المزيد من الاعمال التخريبية في المنشآت الايرانية وده احنا بنشوفه كتوقع طبيعي ومنطقي ايمانا منا ان كل ما قدمناه من توقعات في القناة وفي كل الفيديوهات السابقة مؤمنين جدا انه لا يوجد فيها ولو نسبة 1% انها دجل ولكن دي قراءات مستفيدة للواقع بتأني وربط للاحداث الماضي بالحاضر بالمستقبل فاحنا مع التوقع ده انه هيحصل في الايام القادمة اعمال تخريبية في ايران وكان اخرها اغتيال عالم الذرة الايراني محسن زادة وبيحصل الامر ده عشان امريكا تعمل زي اصقصة لريش ايران عشان لما تيجي تقعد معاها بقى في المفاوضات تبقى امريكا في مركز القوة ومنتشية مش ايران هي المنتصرة وهي اللي في مركز القوة لا لان ساعتها امريكا مش هتقدر تملي على ايران شرطها فلما امريكا تخرب لايران المفاعلات النووية وتعمل لها حالة من البلبلة والفزع والاختراق طبعا لاراضيها فده بيزيد الضغط على ايران وبتيجي تدخل في المفاوضات وساعتها هتكون ضعيفة وحتستطيع امريكا وبعض الدول اللي هتقد مع ايران الاتفاق ان هما يملوا شرطهم على ايران والتوقع ده تحقق جزء منه والايام الجاية هتثبت صحة قولنا وسيتم هذا الامر اكيد يعني بشكل متسلسل لحد ما هيحصل اتفاق مع ايران زي الاتفاق اللي حصل في سنة 2015 مع اوباما وبعض الدول الاوروبية اما التوقع التالت لليلة عبداللطيف فكان ان توقعت ان الدول العربية ستشهد المزيد من المصالحات مع الكيان الاسرائيلي ونقدر نقول ان التوقع الاصح هو ان اسرائيل ستشهد مزيد من التطبيع مع الدول العربية مش مجرد مصالحات وده شيء طبيعي ومنطقي ولو تفتكروا مسرحية عفرته في اخر مشهد فيها لما قال لهم انا الوحدي ما حدش واقف جنبي وكل دولة واقفة لوحدها فبما ان العرب مش متحدين وكل دولة في سكة معينة فسهل جدا اسرائيل تعمل اتفاقية التطبيع مع اي وحدة فيهم ووجهة نظرنا في التوقع ده ان الحقيقة ان كل دولة بتدور على مصلحتها وكل دولة بتاخد امتيازات مقابل ده يعني مثلا الامارات استفادت انها خدت طيرات الـ F-35 اللي هي ممنوع ان اي دولة تاخدها من امريكا الا اسرائيل وهكذا يعني فيه اكيد هيبقى فيه كمان استفادات وامتيازات لدول التانية واكتر حد مستفيد من التطبيع ده طبعا هو نتنياهو لانه بيحاول يعزز موقفه لان عنده قضايا فساد بتلحقه فبيحاول يعمل اي انجازات عشان يكسب في الانتخابات الجاية وما يتحكمش طيب هل القضية الفلسطينية كده ضاعت؟ لا طبعا لان طول ما فيه اطفال وشباب مسكين الحجارة وبيقوموا باديهم وفيه رفض شعبي عربي في كل الدول العربية عمر ما حيديه حق فلسطين ولا حق الفلسطينيين وحنفضل نطالب به لحد اخر نفس في عمرنا وطبعا احنا عندنا ثقة كبيرة وامل في ربنا انه حييجي اليوم ان فلسطين تبقى حرة وتبقى القدس عاصمة للمسلمين ترامب وعدهم ان القدس حتبقى عاصمة ابدية لاسرائيل لكن احنا ربنا وعدنا ان القدس حترجع لحضن المسلمين والعرب مرة اخرى احنا بقى دورنا ايه دورنا اننا نعلم اولادنا من هم صغيرين ان القدس عربية اسلامية اليوم الدين وان شاء الله رجعين على القدس رايحين بالملايين وصلنا معاكم لاختام حلقتنا النهاردة من توقعات ليلة عبداللطيف واهم تحليلاتنا لتوقعاتها تابعوا معنا الحلقات القادمة من التوقعات والتحليلات شكرا لكم حسن المتابعة ودمتم بكل خير وسعادة اشتركوا في القناة